بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكعب الآن إن شاء الله تعالى سنقف وقوف تحية وقوف إجلال كلام الله ونخص في جولة هذه الآية 141 من سورة البقرة يقول مولانا ألم ترأي مخاطبا نبينا عليه الصلاة والسلام وهو حبيبه الأول عليه الصلاة والسلام ألم 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 تعالى لا تبا نطي سدير منا انتبات إلا جماعة خرجوا بالألوف من ديارهم يعني هاجروا بلي سبب من الأسباب حضر الموت يعني يقول مولانا ألم ترأي لذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت هذوم الناس أما يطردوا وإلا ما رفضوا أن يجاهدوا في سبيل الله لكي تبقى أراضيهم من هي أراضي يعيشون فيها ويعملون وينامون ويتنزهون ألم ترأي لذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت هنا مش نوريوها لي سيدنا عز قائل وذو الكفل وفهم رواية تقول الكفلة بعض الأنبياء حتى لا يقتلهم بنوستونيون خذ بنوستونيون عندهم عدد القتل يعني يتجد في دمهم وأنه نرأوا فيها نتوا لهم هذه هي مناسبة باش نشبدو القصة هذه هذه هي محصورة في آية فقط نعود إن شاء الله ونستفيد إن شاء الله من كلام الله العزيز الحكيم